كوجيما أعطانا شوية تلميحات عن لعبة الأولى القادمة خلونا شوف السلام عليكم هذي هو كوجيما اللي قدمنا سلسة متاكير طول السنوات لي راحت نعرف في نهاية أنها ترك كونامي لأنه كونامي خاصهم بكاميرون متاكير يريد أن يحلبونها الحال بشأن يدخلون منها الفلوس في المقابل سواء للستديو اللي هو كوجيما بروداكشنز وسوني حين جاسة تدعمها و لعبتها نشوفها على الجهاز بلاي سيشن فور بالحديث عن لعبتها إلى الآن في كثيرين ما يدرون لعبتها هذي وش بتكون بالضبط احنا شفنا قدمنا سلسة متاكير نعرف نظام اللي هي تجسس وماني عارف ايش وكذا وشفنا منها سانف ذي اندرز وهي رجال الالين وشي ثالث زي كذا كان عندي لعب برضه سمسناتشر شي مرة قديمة بس هذيك شي مرة قديمة خاصة ما علينا منها فهذولها أكثر ثنتين وكان فيه اللي هو سانت هيلز المفروض هو اللي بيسترمها لكن نعرف نتكنسل المشروع اللي هي لعبة رعب فوش طبيعة المشروع حالي اللي بيجي خوينا كوجي ما نعرفنا في الفترة اللي راحت زار سيديوات سوني وكنا سوينا حلقة عن هذا الشي الكلام اللي يقول الحين اللعبة الجاية راح يكون فيها شي من انتشارتد ومن ذي ديفيجن انتشارتد طبعا لعبة من سوني ممكن يكون لما راح سيديوات سوني انه شاف الشياء هناك وخق وامبسط وعجبتل هذا الشي وديفيجن هي اللعبة حقا تنقاذ نيويورك وفي عادة كمين اللعبين يلعبون ومهمات وتعاون ومن عارف ايش هذي حركات اتوقع نقدر نقول انه لاست افس اس هي شي في النص بينهم شي زي كذا لانه ما هي ما اخذها من هنا وما اخذها من هنا شوي يعني نقدر نقول انه ما اخذها سلوب اللعب شوي من انتشارتد وما اخذها من هناك والله هي ما اخذها من اثنتين انا شوف يمكن تختلفون معي ما ادري فهل في رايكم انه كوجيما بيقدر فعلا انه يدمج هذي الحشتهين مع بعضي يطلع لانه شي كويس وكوجيما قال عبارة انه يش ان اللعبة ترمو اهل الاولى يمكن تشوفونها ما تحسون انها هذاك الشي الخرافي لكن انه بعد ما تبدون تجربة نفسها راح انه اها اوكي اممم شي احب دعتك كوجيما فما ندري ولا ادري صراحة متهم ممكن يبدأ يعرضها لكن أكيد أي شيء عليه اسم كوجيما رح نكون متحمسين له فأعطونا رأيكم في التعليقات تحت وش رأيكم كوجيما ممكن يسوي هل هذه معنمات تتحمس ولا لا؟ كي معك أحمد المحفوظ سبحانك الله و بحمدك أشدن الله إله إلا أنت تغفرك و أعطيب إليك السلام عليكم